السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة الفيزياء ومع فصل جديد بإذن الله في هذا الفصل سنبدأ في الفصل الثالث الذي يتناول الصوت وخصائص الصوت والكشف عنه الأهداف التي سنتناولها في هذا الدرس تبين الخصائص المشتركة بين الموجات الصوتية والموجات الأخرى تربط الخصائص الفيزيائية للموجات الصوتية بإدراكنا للصوت المفردات التي سنتعرف عليها الموجة الصوتية حدة الصوت علو الصوت مستوى الصوت الديسبل في لدينا تجربة استهلالية التجربة الاستهلالية عزيز الطالب حب ذا لو تجريها حيث سؤال التجربة يقول كيف يمكنك استخدام كؤوس زجاجية لإصدار أصوات مختلفة؟ وكيف تختلف الأصوات الصادرة من الكؤوس ذات السيقان عن الأصوات الصادرة من الكؤوس التي بلى سيقان؟ اختر كأس زجاجي له ساق وحافة رفيعة تفحص بحذر الحافة العلوية للكأس ضع الكأس أمامك على الطاولة وثبت قاعدة الكأس بأحد يديك ثم بلل الإصبع وحكها ببطء حول الحافة العلوية للكأس إذن بلل إصبعك بالماء وحكها ببطء حول الحافة العلوية للكأس ماذا ستلاحظ؟ ثم اختر كأسا آخر بلا ساق وكرر نفس الخطوة إذن النتائج المتوقعة بأن الكؤوس ذات السيقان سوف تهتز وتولد نغمات أما الكؤوس ذات القاع المسطح الأكواب لا تولد نغمات لأنها تستقر مباشرة على الطاولة التي تمتص الطاقة الاهتزازية أيضا ستلاحظ أن الأصابع تنزلق وتلتصق إذن في هذا الفصل سنركز على أهمية الصوت بحيث أن الأصوات الصادرة عن الأجسام تختلف باختلاف طبيعة الأجسام وبسبب هذا الاختلاف نستطيع أن نميز بين هذه الأصوات ما سبب هذا الاختلاف؟ جميع الآلات والأجسام تولد الصوت بطرق مختلفة ومتعددة فقد يكون الصوت ناتج عن اهتزاز عمود هواء أو اهتزاز سطح أو عن ناتج عن رنين أو ناتج عن اهتزاز أوتار وجميع الاختلافات في الأصوات تناتج عن الآلات أو الأجسام ترتبط بنمط الصوت الذي تشكله طبعا كما تعرفنا من قبل الصوت يندرج تحت أي نوع من أنواع الموجات؟ نعم أحسنت عزيز الطالب الصوت يندرج تحت الموجات الميكانيكية المستعرضة إذن الصوت عبارة عن موجة ميكانيكية طولية نحن تعلمنا أنواع الموجات الميكانيكية بأنها مستعرضة وسطحية وطولية الصوت عبارة عن موجة ميكانيكية طولية كيف سيحدث الصوت؟ ضع إصبعك على حنجرتك وأنت تتكلم ماذا ستلاحظ عزيز الطالب والطالبة حينما تضع إصبعك على حنجرتك وأنت تتكلم؟ نعم سوف تشعر باهتزاز في الأوتار كيف إذن سيحدث الصوت إذن يحدث الصوت بسبب حدوث اهتزاز إذن يحدث الصوت بسبب حدوث الاهتزاز حدوث الاهتزاز ووجود وصب مادي مثل الهواء كيف سينتقل الصوت إذن لكي ينتقل الصوت المصدر المحتز نتيجة لعملية الاهتزاز سينتج تغيرات في ضغط جزيئات الهواء إذن جزيئات الهواء سوف تنضغط نتيجة لهذا الضغط ماذا سيحدث لجزيئات الهواء؟ نعم أحسنت عزيز الطالب والطالبة سوف تتصادم فتنتقل تغيرات الضغط بعيدا عن المصدر أحسنت إذن المصدر المهتز ينتج تغيرات في ضغط الهواء نتيجة تغيرات الضغط تتصادم جزيئات الهواء فتنتقل بعيدا عن المصدر إذن نلاحظ هنا الموجة الصوتية هي عبارة عن ماذا؟ انتقال تغيرات الضغط خلال المادة كما هو واضح في الرسم إذن الضغط يتغير انتقال هذه التغيرات نتيجة اهتزاز جسم ما يعطيني الموجة الصوتية إذن يهتز المايك نتيجة لذلك تتغير الضغط تنضغط طبق جزيئات الهواء القريبة فتنتقل خلال الوسط المادي حتى تصل إلى الأذن على شكل الموجات خصائص موجات الصوت من أهم الخصائص تردد الموجة الصوتية إذن التردد هو عبارة عن ماذا؟ هو عدد اهتزازات قيمة الضغط في الثانية الواحدة إذن التردد عدد اهتزازات قيمة الضغط في الثانية الواحدة لاحظ الآن هنا التردد عالي جدا لأن الموجات متضاغطة جدا حينما تبدأ تتباعد بشكل متوسط يبدأ ينخفض التردد ويكون تردد منخفض جدا في حالة انخفاض الضغط إذن التردد عدد اهتزاز قيمة الضغط في الثانية الواحدة الخاصية الثانية من خصائص الموجة الصوتية الطول الموجي الطول الموجي هو عبارة عن ماذا؟ نعم أحسنت هو المسافة بين مركزي تضاغطين أو طبعا مركزي ضغط مرتفع أو منخفض متتاليين بمعنى المسافة ما بين تخلخلين متتاليين أو تضاغطين متتاليين راح يكون عبارة عن الطول الموجي إذن الطول الموجي المسافة بين تخلخل والتخلخل الذي يليه أو التضاغط والتضاغط الذي يليه طيب المسافة بين التضاغط والتخلخل ماذا سأطلق عليها عزيزي الطالب والطالبة؟ نعم أحسنت إذن المسافة بين التضاغط والتخلخل ستكون نصف الطول الموجي إذن الطول الموجي هي المسافة بين تخلخلين أو تضاغطين أما إذا كانت بين تضاغط وتخلخل متتالي مباشرة فهي نصف الطول الموجي أيضا من خصائص موجات الصوت السرعة من أهم العوامل المؤثرة على سرعة الصوت نوع المادة سواء كان هواء أو ماء أو نحاس أو هيليوم أو حديد إذن نوع المادة وتلاحظ هذا الشيء حينما تكون الصوت في الهواء أو في داخل المسبح أو في داخل البحر إذن نوع المادة له طبعا سرعة الصوت تكون كبيرة في المواد الصلبة ثم يلي ذلك في المواد السائلة ثم الغازية إذن سرعة الصوت تكون أكبر ما يمكن في المواد الصلبة ثم السائلة ثم الغازية العامل الثاني المؤثر على الصوت درجة الحرارة ويتناسب طبعا كل ما زدنا درجة الحرارة ازدادت سرعة الصوت إذن ما نوع العلاقة بين درجة الحرارة وسرعة الصوت نعم أحسنت عزيز الطالب والطالبة إذن نوع العلاقة علاقة طردية إذن سرعة الصوت تخضع لعاملين مؤثرين نوع المادة ونلاحظ هنا سرعة الصوت في أوصات مختلفة على حسب الوسط سرعة الصوت في الهواء 331 سرعة الصوت في الهيليوم 972 في الماء 1493 إذن تختلف السرعة على حسب المادة أيضا تختلف على حسب درجة الحرارة لاحظ سرعة الصوت في الهواء عند درجة الصفر 331 عند درجة العشرين 343 ماذا حدث بزيادة درجة الحرارة؟ أحسنت ازدادت السرعة إذن العلاقة علاقة طردية أيضا من الخصائص المشتركة بين الموجات الصوتية والموجات الأخرى الإنعكاس والتداخل أحسنت الإنعكاس والتداخل حينما تصطدم الموجة الصوتية بحاجز ثم تنعكس وترتد ماذا نطلق على هذه الظاهرة؟ نعم أحسنت عزيزي الطالب والطالبة إذن نسمى بظاهرة الصدى إذن تسمى موجات الصوت المنعكسة عند وصولها إلى مصدرها بمعنى أنها انطلقت موجة الصوت اصطدمت بحاجز ثم انعكست إلى المصدر مرة أخرى إذن تسمى هذه الظاهرة بظاهرة الصدى كما نلاحظ في هذا الشكل طبعا من أهم التطبيقات على ظاهرة الصدى لدينا الخفافيش أيضا الكاميرات وبعض السفن التي تستخدم الموجات لحساب عمق البحر تستخدم الموجات لحساب عمق البحر حيث تحسب المسافة بأنها تطلق الموجة ثم تعود تحسب سرعة الموجة وزمن انطلاق الموجة وارتداد الموجة وبهذه الطريقة تستطيع أن تحصل على العمق كيف من الممكن أن يحدث التداخل للصوت حينما يكون لدينا موجتين صوت من الممكن أن تتداخلان فنتيجة لهذه التداخل نحصل على بقع ميتة هذه البقع الميتة دائما لاحظ الآن هنا لدي مصادر لموجات الصوت إذن موجتين صوت تداخلت مع بعضها البعض لاحظنا فيه يوجد لدينا بقع ميتة التي ستؤدي إلى نشوء العقد يكون موقعها عند العقد في هذه المناطق الصوت يكون ضعيف جدا إذن في هذه المناطق الصوت يكون ضعيف جدا إذن علاقة التردد بطول الموجة من العلاقة الرياضية طول الموجة يساوي السرعة مقسومة على التردد إذن ما هي العلاقة بين التردد وأبوى طول الموجة إذن ما العلاقة بين ليندا وإف نعم أحسنت العلاقة عكسية إذن طول الموجة يتناسب عكسيا مع التردد ويتناسب طرديا مع سرعة الموجة إذن حينما تزيد سرعة الموجة أحسنت يزداد الطول الموجي حينما يزيد التردد نعم أحسنت عزيزي الطالب والطالبة يقل الطول الموجي إذن طول الموجة الصوتية يتناسب عكسيا مع التردد وطرديا مع سرعة الموجة نشوف السؤال اللي أمامنا نأخذ تطبيق ما طول الموجي إذن المطلوب مني الآن حساب ليندا لموجة صوتية ترددها F 18 هيرتز تتحرك في هواء درجة حرارة 20 سليلوز يعد هذا التردد طبعا من أقل الترددات الآن المطلوب مننا حساب الطول الموجي الطول الموجي عبارة عن حاصل قسمة السرعة على التردد بما أن درجة الحرارة 20 قيمة ثابتة لسرعة الموجة الصوتية عند درجة 20 343 على قيمة التردد اللي أعطانيها في السؤال 18 حاصل القسمة 19 متر إذن قيمة طول الموجة 19 متر طيب مبدأ عمل كاشفات الصوت دائما يعتمد على الضغط كيف ذلك؟ بحيث أن الطاقة الصوتية تتحول إلى ماذا؟ تتحول إلى طاقة كهربائية كيف تستطيع أن تميز بين الأصوات المختلفة؟ إذن إذا كان لدينا مجموعة من الأصوات المختلفة كيف من الممكن أن نميز بين هذه الأصوات؟ أحسنت إذن حدة الصوت حدة الصوت تختلف من مصدر إلى آخر على ماذا تعتمد حدة الصوت؟ أحسنت عزيز الطالب تعتمد على تردد الاهتزاز تعتمد على تردد الاهتزاز وحدة الصوت دائما تميز لي بين الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة إذن من أهم سمات الصوت طبعا لدينا حدة الصوت هي خاصية تعتمد على التردد نستطيع من خلالها نميز بين الأصوات الرفيعة والأصوات الغليظة أيضا من خصائص الصوت علو الصوت علو الصوت هو شدة الصوت كما تشعر به الإذن ويدركه الدماغ إذن ما المقصود بعلو الصوت؟ هو ما تشعر به الإذن وما يدركه الدماغ على ماذا يعتمد علو الصوت؟ نعم أحسنت على سعة موجة الضغط ونستطيع من خلالها أن نميز بين الصوت الشديد والصوت الضعيف إذن نستطيع من خلالها التمييز بين الصوت الشديد والصوت الضعيف طبعا مستوى الصوت أيضا مستوى الصوت هو من قياس لغارتمي لقياس سعة الموجات الصوتية مستوى الصوت يستخدم له وحدة قياس تسمى الديسبل نرمز لها بالرمز DB إذن مستوى الصوت يقاس بوحدة الديسبل أيضا عزيز الطالب والطالبة عندما تتعرض باستمرار لأصوات صاخبة هل بالطبع نعم أحسنت إذن سيؤثر على السمع أو فقدانه تماما فبالتالي يجب على العاملين في بعض المهن مثل مراقبي الطيران ومن يتعرض للسماع أصوات شديدة جدا حماية السمع بارتداء الأدوات الخاصة بذلك شوف مع بعض أسئلة التحصيل أو نماذج منها انتقال تغيرات الضغط خلال مادة ما إذن انتقال تغيرات الضغط خلال مادة ما أمواج الراديو أمواج الضوء أمواج الحبل أو أمواج الصوت نعم أحسنت إذن أمواج الصوت الموج الصوتية عبارة عن طولية كهرومغناطيسية أو طولية ميكانيكية أو مستعرضة كهرومغناطيسية أو مستعرضة ميكانيكية نعم أحسنت عزيز الطالب طولية ميكانيكية كلما زادت درجة الحرارة في الجو فإن سرعة الصوت إذن زادت درجة الحرارة فإن سرعة الصوت تزداد أو تقل أو تبقى ثابتة أو لا يمكن التنبؤ نعم أحسنت تزداد فذكرنا بأن العلاقة بين سرعة الصوت ودرجة الحرارة علاقة طردية مستوى الصوت هو مقياس لغرية من يقيس سعات موجات الصوت بوحدة ماذا؟ الديسبل أو الباسكال أو الواط أو الجول نعم أحسنت بوحدة الديسبل سرعة الصوت في المواد طبعا الصلبة أكبر من الغازية وأكبر من السائلة أو السائلة أكبر من الصلبة وأكبر من الغازية أو الصلبة أكبر من السائلة أكبر من الغازية أو متساوية نعم الصلبة أكبر من السائلة وأكبر من الغازية قطعت موجة صوتية ترددها إذن التردد 200 هيرتز مسافة 100 متر خلال 5 من 10 تي ثانية إن طولها الموجي إذن الطول الموجي نعم الطول الموجي قانون الطول الموجي ليندا تساوي V على التردد قيمة السرعة هي موجودة؟ نعم أحسنت إذن السرعة عبارة عن حاصل قسمة المسافة على الزمن إذن نوجد V تساوي 100 على الخمسة من 10 اللي هي تطلع عندنا 100 على الخمسة من 10 راح تكون 200 إذن السرعة 200 مطلوب مني حساب قيمة الطول الموجي 200 على 200 راح تكون 1 متر تنتق الموجة صوتية في الهواء ترددها إذن التردد 662 هيرتز وطولها الموجي ليندا أحسب سرعتها تطبيق مباشر للقانون السرعة عبارة عن حاصل ضرب الطول الموجي في التردد إذن 362 نضربها في خمسة من مئة نحصل على 331 متر لكل ثانية لدينا مهمة أدائية إذا وقفت عند طرف وادي وصرخت وسمعت الصدى بعد مرور 80 من مئة ثانية فما عرض هذا الوادي إذن المطلوب منك الآن حساب عرض الوادي مع ملاحظة أن الزمن زمن ذهاب وزمن الإياب وفي ختام درسنا لهذا اليوم تمنياتنا لكم بمزيد من التوفيق والنجاح وفقكم الله ونراكم في حصص قادمة بإذن الله